أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخصة تعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على حنان الأب في القديس يوسف وقال لم تعطن الأناجيل تفاصيل حول كيف مارس يوسف أبوته أبوته لكننا نعلم أنه كان رجلاً باراً وأن ذلك ظهر في تربيته ليسوع وتشهد الأناجيل أن يسوع استخدم دائماً كلمة أب للكلام عن الله ومحبته وفي كثير من الأمثال كانت شخصية الأب هي الشخصية الرئيسية ومن أشهر تلك الأمثال مثل لابن الضال والأب الرحيم الذي رواه لوق الإنجيلي في هذا المثل بالإضافة إلى اختبار الخطيئة والغفران إشارة واضحة إلى الطريقة التي تم بها الغفران الحنان أمر فوق منطق العالم إنه طريقة غير متوقعة لتحقيق العدالة لهذا يجب أن لا ننسى أبداً أن الله لا يخاف من خطايانا وأخطائنا وسقطاتنا لكنه يخاف من انغلاق قلوبنا ومن قلة إيماننا بمحبته ومن الجميل أن نفكر أن أول من علم يسوع وجعله يختبر الحنان هو يوسف نفسه والآن لنسأل أنفسنا هل اختبرنا نحن هذا الحنان وصرنا نحن بدورنا شهوداً له وليس الحنان مسألة عواطف أو مشاعر بل هو خبرة وهي أن نشعر بأن هناك من يحبنا ويرحب بنا بالرغم من فقرنا وبؤسنا وقال قداسته لننظر إلى أنفسنا في ضوء أبوة يوسف ولنتساءل هل نسمح للرب يسوع أن يحبنا بالحنان نفسه فيحول كل واحد مننا إلى رجال ونساء قادرين أن يحبوا بالطريقة نفسها ترجمة نانسي قنقر